بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى شرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس مادة الدراسات البلاغية والنقدية كنا قد تكلمنا أو تحدثنا بدرس ماضي عن الخبر والإنشاء وعرفنا أن الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب بمعنى بإمكاننا أن نقول خبر صحيح وخبر غير صحيح وخبر صادق وخبر غير غير صادق وأنما الإنشاء فليس مما لا يحتمل الصدق أو الكذب اليوم نستكمل حديث عن الإنشاء وأنواع الإنشاء ثم سنأخذ بعض التدريبات نحن عرفنا أيضا أن هذا المنهج ينقسم لقسمين القسم الأول فيه تحدث فيه عن دراسات بلاغية والقسم الثاني يكون فيه في الدراسات النقدية يشاركني في تقديمي هذا الدرس في لغة الإشارة الأستاذ محمد القبيشي نحن في الوحدة الأولى دراسات بلاغية دراسات بلاغية ما زلنا في الوحدة الأولى وقلنا قسم الثاني يتحدث فيه عن الدراسات النقدية سنأتي إليه بإذن الله في الموضوع الثاني من مباحث علم المعاني ما زلنا في علم المعاني والإنشاء والخبر وغيرها كلها من مباحث علم المعاني وقلنا علم المعاني أو أن البلاغة تنقسم إلى ثلاثة علوم علم المعاني ثم البيان ثم البديع وعلم المعاني هو الذي يهتم بتركيب الجملة أو أحوال تراكيب الجملة أو أحوال مطابقة الكلام أيضاً مع مطابقة الكلام المقتضى الحال مع فصاحته وهذا هو ما يسمى بالبلاغة ويدخل فيه علم المعاني الذي هو يتهتم بأحوال تركيب الكلام أو تركيب الجملة من مباحث علم المعاني طبعاً هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكان كدر الدخول ومشاهدة هذا الدرس نوعاء الإنشاء هنا وصلنا إلى الإنشاء وعرفنا أن الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب وأن الخبر أيضاً يؤكد سواء كان التأكيد لخالية الذهن وقلنا تأتي بخبر مباشرة وإذا كان الشخص في شيء من الشكة وتردد يأتي بمؤكد واحد وإن كان الشخص منكر فأنت تأتي بأكثر من مؤكد نوعاء الإنشاء أيضاً هذا هو رابط الدرس الرقمي الذي يتعلق بدرس الإنشاء نوعاء الإنشاء عرفت فيما سبق أن الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب يعني معنى عكس الخبر الخبر يحتمل الصدق أو الكذب بما الإنشاء ليس فيه لا صدق ولا كذب ويبقي أن تعلم أن الإنشاء نوعان فمنه ما يتضمن مطلوباً يطلبه المتكلم من المخاطب ومنه ما لا يتضمن شيئاً من ذلك بمعنى إنشاء مطلوب مقصود به إنشاء طلبي وما لا يتضمن ذلك إنشاء غير طلبي حين يقول أحدنا ما أجمل الجو فنحن نفهم منه أنه يتعجب من جمال الجو ولكننا لا يمكن أن نفهم أنه يطلب جمال الجو أو أنه يريد من المخاطب أن يجعل الجو جميلاً وحين تقول المعلمة نعمة تلميذة سعاد فهي لا تطلب من المخاطبة شيئاً وإنما تمدح هذه التلميذة وتثني عليها وكذلك في الذم كقولنا بئس الخلق الكذب وهذا مقصود به غير طلبي وهذا مقصود به غير طلبي معنى أنه يذكر ذلك لكن لا أطلب منه شيئاً عندما أقول ما أجمل الجو فنحن نفهم أنه يتعجب من الجمال لكنه لا يطلب شيئاً في ذلك لذلك هنا يقال هو إن شاء لكنه غير طلبي وحين تقول معلمة نعمة تلميذة سعاد فهي لا تطلب بالمخاطبة وإنما تمدح هذه التلميذة وعندما تقول بئس الخلق الكذب فأنت تذم هذا الخلق وهو الكذب ولكننا قد نستخدم الأسلوب الإنشائي في طلب حصول شيء وهذا الجانب الآخر فحين يقول لك والدك احرص على المذاكرة فهذا أسلوب أمر وهو من خلال هذا الأسلوب يطلب منك أن تحرص وفي المقابل قد ينهاك فيقول لا تؤذي جيرانك بالصوت العالي وهو هنا يطلب منك عدم حصول الإيذة فلاحظ هنا الأمر والنهي احرص أمر ولا تؤذي هذا نهي وحين يسألك أحدهم ما اسمك فهو يطلب أن تخبره باسمك وكذلك حين يسألك عن السنة الدراسية التي تدرس بها وإذا نديت أحدا فقلت يا محمد وهذا ما أيضا فيه معنى الطلب أو يا أخ فإنما تطلب منه أن يقبل إليك أو يصغي إلى كلامك طلب الانتباه أو طلب الالتفات أو طلب الرد عن أن يا محمد فأنا هنا أنادي طلب النداء ومن حمل أمنية ومن حمل أمنية ما فهو يطلب حصولها وتحققها كما لو قال أحدنا ليتني أعيش في مزرعة أو ليتني أرى اليوم صديقي فلاحظ هنا هذا ما يسمى بالإنشاء الطلبي يبدأ بأمر إحرص والنهي لا تؤذي أو استفهام أطلب منك الإجابة ما اسمك فأنا أريد منك أن تجيب عن ذلك أو النداء أقول يا محمد هنا طلب الإقبال طلب الإقبال أن تقبل إليه حتى أعطيك معلومة على ذلك أو التمني فهو يطلب شيء أو يتمنى شيء مثل لو قال أحدنا ليتني أعيش في مزرعة أو ليتني أرى اليوم صديقي الخلاصة أن الإنشاء نوعان أن الإنشاء نوعان الأول إنشاء طلبي وهو ما يطلب به شيء غير حاصل وقت النطقي به أطلب شيء غير موجود وقت النطقي به ويكون عن طريق الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمني إذن أنواع الإنشاء الطلبي أمر ونهي واستفهام ونداء وتمني ونداء وتمني وهذا ما يسمى بالإنشاء الطلبي الثاني إنشاء غير طلبي وهو ما لا يطلب به شيء ويكون عن طريق التعجب ما أجمل الجو أو المدح نعمة الخلق الصدق أو الذم بئس الخلق الكذب فهنا المدح والدم وغيرها هنا لا يطلب منه شيء وإنما فقط إما يتعجب أو يمدح أو يذم وهذا ما يسمى بالإنشاء غير طلبي إذن الإنشاء نوعان إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي جميل ننتقل إلى التدريبات حتى يتضح أكثر أو حتى نعرف أيضا أكثر الإنشاء الطلبي وإنشاء غير طلبي وأنواع هذا الإنشاء لاحظوا معي هنا في السؤال الأول أو في تدريب الأول بين نوع الإنشاء وصيغته فيما يأتي طبعا صيغة الإنشاء ما تقول أمر أو نهي أو تمني أو ترجي أو نداء أو تقول طلبي أو غير طلبي نوع الإنشاء طبعا طلبي أو غير طلبي ثم تذكر الصيغة التي في قوله تعالى ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وكذلك قوله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين وإيضا قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون هنا آيات يذكر فيها هنا نوع الإنشاء ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ما رأيكم؟ يا ليتني لم أشرك بربي أحدا هل هو طلبي أم غير طلبي؟ أحسنتم هنا يا ليتني لاحظ يا ليتني هنا إنشاء طلبي إنشاء طلبي يا ليتني طيب ما نوعه من إنشاء طلبي؟ عن إنشاء طلبي أنواع ذكرنا جميل أحسنتم هنا نوعه تمني أو صيغته تمني نوع إنشاء طلبي وصيغة الإنشاء هنا التمني يا ليتني يا ليتني يتمنى الكافر أنه لم يشرك بربه طيب كذلك هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ هل هنا إنشاء أيضا طلبي وسبقناكم بذلك وذكرناها هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ إنشاء طلبي جميل ما نوعه؟ أو ما صيغته؟ عفوا طبعا نوعه طلبي لكن ما صيغته؟ إن إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي هنا ما الصيغة؟ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ جميل فيه ماذا؟ أحسنتم فيه طلب إجابة وصيغته هنا الاستفهام استفهام هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم في تكملة الآية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسال والرسولة ولا تبطلوا أعمالكم ما نوعه إنشاء؟ جميل أحسنتم هنا أيضا إنشاء طلبي إنشاء طلبي طيب ما صيغته؟ صيغة الإنشاء طبعا نحن هنا ذكرنا التمني لا يلتني هنا هل أنبئكم استفهام؟ طيب هنا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بالتأكيد أنك عرفت الصيغة أحسنتم هنا الصيغة صيغته الأمر أطيعوا الله أطيعوا الله ولو ذكرنا أيضا يا أيها أيضا يدخل فيه النداء يدخل فيه النداء لكن هنا أيضا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا أطيعوا هنا أمر مثل إحرص على أن تنفع والديك وهكذا كذلك هنا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمة إلى يوم القيام من إله غير الله يأتيكم بلين تسكنون فيها فلا تبصرون ما نوع الإنشاء جميل هنا أيضا إنشاء طلبي إنشاء طلبي ما صيغته جميل أحسنتم هنا الاستفهام رأيتم إن جعل الله عليكم وهنا صيغة الاستفهام أحسنتم نستكمل لاحظ هنا في قوله تعالى ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وقال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما حين بعثهما إلى اليمن ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا نعود إلىها في قوله تعالى ألم يأني الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ما نوع الإنشاء؟ جميل أحسنت هنا إنشاء كذلك إنشاء طلبي إنشاء طلبي ما صيغته؟ ألم يأني خلنا طبعا الإنشاء طلبي وغير طلبي إنشاء طلبي هو اللي أمر ونهي واستفهام وتمني وترجي أو تمني عفوا ونداء أمر ونهي واستفهام وتمني ونداء هنا ما صيغته؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله جميل أحسنتم هنا استفهام ألم استفهام استفهام يطلب منه جواب لذلك سمي طلبي معنى أنه يطلب منه إجابة في قوله تعالى ولا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم منوع الإنشاء؟ جميل هنا إنشاء أيضا إنشاء طلبي كذلك إنشاء طلبي ما صيغته؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم تأكد أنك عرفة أقول لا تؤذي جيرانك جميل أحسنتم هنا نهي صيغته النهي ولا تمدن وهنا صيغته النهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ما نوع الإنشاء؟ بالتأكد أن هنا أكثر من كلمة ولو ذكرنا إجابة عن واحدة بإمكانك أن تكمل البقية لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا جميل أحسنتم هنا في بداية نقول إنشاء طلبي صيغته النهي لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا هذا النهي والأمر في وكونوا في قوله عليه الصلاة والسلام كونوا جميل إذن النهي في لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا هو الأمر في كونه قال رسول الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذب الجبل حين بعثهما رضي الله عنهما حين بعثهما إلى اليمن ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وهنا إنشاء أيضا أحسنتم إنشاء طلبي كذلك إنشاء طلبي ما صيغته ممتاز صيغته هنا الأمر صيغته الأمر ادعوا وبشرا ولا تنفرا هنا طبعا بشرا أمر يسرا كذلك أمر والنهي لا تنفرا ولا تعسرا فالأمر والنهي هنا اجتمع أيضا أمر واه ونهي هنا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنهما وهما في الغار لاحظ ما ظنك يا أبا بكر بثنين الله ثالثهما منوع الإنشاء هنا هل هو طلبي أم غير طلبي هل هو يطلب إجابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي بكر ما ظنك يا أبا بكر بثنين الله ثالثهما هنا النبي صلى الله عليه وسلم من نلاحظ هنا أيضاً علامة التعجب ما ظنك باثنين الله ثالثهما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصاره من السماء في صلاتهم ما نوع الإنشاء أيضاً هنا أحسنتم هنا نوع الإنشاء طلبي نوع الإنشاء طلبي وما صيغته ما بال أقوام نلاحظ هنا في علامة الاستفهام بتأكد أنك فهمت أن صيغته الاستفهام صيغته الاستفهام قال أبو تمام في الأبيات الشعيرية لا تنكر ضربي له من دونه مثلاً شروداً في الندى والباسي فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلاً من المشكاتي والنبراسي طبعاً هو ما يمدح شخص في بداية هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله تعود بسطى الكف حتى لو أنه تناهى لم تجبه أنامله في تكملة لا تنكر ضربي له من دونه مثلاً شروداً في الندى والباس وهذا أيضاً في أبيات يتحدث فيها عن كرم طيب ما نوع الإنشاء هنا جميل أحسنتم هنا إنشاء طلبي إنشاء طلبي ما صيغته؟ لاحظ لا تنكروا ضربي له من دونه مثلاً شروداً في الندى والباس ممتاز هنا نوعه أو صيغته النهي لا تنكروا صيغته النهي ممتاز قال أبو فراس فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب ما نوع الإنشاء هنا؟ أحسنتم هنا إنشاء أيضاً طلبي إنشاء طلبي ما صيغته؟ فليت الذي بيني وبينك عامر فتأكيد أنك فهمت أن ليت هنا بمعنى التمني أو صيغته التمني قال أبو الطيب المتنبي مخاطباً سيف الدولة وكيف يتم بأسك في أناس تصيبهم فيؤلمك المصاب ترفق أيها المولى عليهم فإن الرفق بالجاني عتابه؟ ما نوع الإنشاء؟ لاحظ هنا وكيف يتم بأسك فيؤلمك المصاب وترفق أيها المولى جميل أحسنتم هنا إنشاء طلبي إنشاء طلبي ما نوعه؟ أو ما صيغته؟ عفواً صيغته هنا الاستفهام وكيف استفهام وكيف وترفق هنا الأمر ترفق هنا الأمر الثاني هنا حول كل جملة خبرية فيما يأتي إلى خمس جملة إنشائية طلبية وذكرنا ذلك وبإمكانك أيضاً أن تجيب أنت وزملائكم وتتعاون مع زملائكم هنا الجملة الخبرية خير إجابة على السفيه تركه طبعاً يريد منك أن تأتي بأمر وبنهي وباستفهام وبنداء وبتمني كذلك هنا يبر صالح بوالديه اجتهدت ليلى في دراستها نال معاد مكافأة تفوقه وتاب المسيء من ذنبه وهنا بإمكانك أن تأتي أيضاً بجمل أقول مثلاً في خير إجابة السفيه أو إجابة على السفيه تركه تقول ترك إجابة أو أترك عفواً أترك إجابة السفيه أترك هذا أمر والنهي تقول هنا مثلاً لا تجب لا تجب على سفيه والاستفهام تأتي بصيغة هل في إجابة السفيه خير بأي صيغة تريد لكن في نفس الجملة الخبرية تحولها إلى جملة إنشائية وهنا نداء يا علي مثلاً لا تجب السفيه والتمني ويقول هنا ليتك لا تجب ليتك لا تجب على سفيه أبدا بقية الأمثلة بإمكانك أيضاً أن تكملها وسنكملها مع بعضنا وسنذكر ذلك لكن أن تأتي بأمر ونهي واستفهام ونداء وتمني واستفهام ونداء وتمني تقول مثلاً بر والديك يا صالح والنهي هنا تقول لا تتوانى في بر والديك والاستفهام تقول لما لا تبر والديك وفي النداء تقول مثلاً يا صالح بر والديك وفي التمني تقول مثلاً ليتني أبر والدي طيب هنا اجتهدت ليلى في درستي وهذا خبر يريد منك أن تأتي بإنشاء في الأمر تقول مثلاً اجتهدي في دراستك يا ليلة وهذا فعل أمر الجملة الإنشائية في النهي تقول لا تقصري في دراستك وفي الاستفهام تقول هل أنت مجتهدة في دراستك وفي النداء أقول يا ليلة اجتهدي في دراستك وفي التمني كذلك أقول ليتك تؤتي أو تكون مجتهدة تكوني مجتهدة في دراستك نال معاد مكافأة مكافأة تفوقه تقول هنا أمر كن متفوقاً يا معاد والنهي لا تتأخر عن موعد نيل الجائزة والاستفهام أقول هل نال معاد الجائزة والنداء يا معاد نل جائزتك وكذلك التمني أقول ليتني كمعاد متفوق تاب المسيء من ذنبه إذا حولناها إلى صيغة أو جملة إنشائية تقول مثلاً تب من ذنبك أيها المسيء في الأمر وفي النهي أقول مثلاً لا تؤخر توبة يا موسيء وفي الاستفهام أنت موسيء إلى زملائك وفي النداء يا موسيء عجل بالتوبة يا موسيء وهنا في التمني ليت كل موسيء يتوب إلى الله جميل هنا استعمل الكلمات الآتية في جملة إنشائية من طلبية من إنشائك يريد جملة إنشائية طلبية لا من أمر بأي جملة تريد لكن يريد منك أن تأتي بجملة إنشائية طلبية لا من أمر نقول مثلاً لتأمرنا بالمعروف لتأمرنا بالمعروف وهذه اللامة تصدد بالفعل المضارج سمنا من أمر لا أن ناهية لا تؤجل لا تؤجل هنا لا أن نهي عن التأجيل لا تؤجل عمل اليومي الغد متى هنا أيضاً يريد استفهاماً متى يعود الغائب مثلاً من غربته ليت طبعاً متى هنا استفهام وليت هنا التمني وأيها للنداء ليت جميل هنا ليت تقول مثلاً ليت الشباب يعود والتمني وليت الشباب يعود وتمنى عودته وأيها وهنا النداء تقول مثلاً أيها الناس إن دماءكم عليكم حرام وأي مثال تريد وأي مثال تريد أمتاز هنا استعمل الكلمات الآتية في جملة أو جملة الإنشاء وحدد نوع الإنشاء طبعاً نوع الإنشاء تقول طلبي أو غير أو غير طلبي ولاحظ هنا نعمة ليت وهل ولا من الأمر ولا الناحية ولا من الأمر ولا الناحية وتأتي مثلاً نعمة ضعها في جملة جميل تقول مثلاً نعمة الرجل زيد نعمة الرجل زيد ما نوعه؟ هنا غير طلبي لأن هنا في المدح والذن وقلنا في المدح والذن هذا يكون غير طلبي ليت ضعها في جملة جميل أحسنتم هنا ليت الشباب يعود منك المثال السابق أو ليتني مثلا أنام في مزرعة للآخره هنا أيضا طلبي هنا نوع الإنشاء طلبي هل أدات ماذا أحسنتم أدات استفهام ضعها في جملة هل أنهيت واجبك مثلا وهنا طلبي بالتأكيد أنه طلبي لا من الأمر وهنا دخل في معنى الأمر لتذاكر دروسك يا محمد لتذاكر دروسك وهذا أيضا يدخل في الإنشاء الطلبي لا الناهية لا تؤذي جارك مثلا أو بأي طريقة تريد لا تهمل واجباتك هنا أيضا إنشاء طلبي لاحظ هنا النهي ولا من الأمر والاستفهام والتمني هذا كله داخل في الإنشاء الطلبي أما المدح هنا غير طلبي لا يطلب منك إجابة هذا ما أردنا أن نذكره في هذا الدرس صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين موسيقى موسيقى